مرحلة المراهقة أهلا وسهلا فيك سيد هدى حضرتك مدربة في البرمجة اللغوية العصبية أهلا وسهلا فيك أهلا فيك رندا سيد صباحك الله يسيد صباحك ممكن قبل ما أبدأ بس أقدم تعازي لرائد التنمية البشرية دكتور إبراهيم الفقي الذي وافته المنية مبارح الجمعة الحقيقة يعني هو أستاذنا ومعلمنا وهذا حق من حقوقه إنه من خلال شاشة رؤية من خلال البرنامج رندا أقدم له أقدم لأهله تعازي والصبر والسلوان لكل المدربين ولكل الناس اللي بتحبه الله يرحمه أستي الله يرحمه نرجع لموضوعنا المراهقة يعني بالبداية حابين يمكن نتعرف على مصطلح المراهقة ياريت تحكينا شو بتعني المراهقة وأهم سماتها باللغة العربية كلمة راهق الشخص أي اقترب من الشيء بلغة علم النفس راهق من ناحية نفسية اقترب من التغييرات النضوج الجسماني والعقلي والنفسي هذه من ناحية نفسية هلأ سماتها هاي المرحلة اللي هي السهلة الممتنة عند الأهل اللي هي يلا الأهل والولاد بلشوا فعندها سمات كتير تغييرات في المزاج في الأفكار في المشاعر في الشكل في العقل في المضمون في كل شيء يعني هي في تغييرات نفسية وتغييرات جسدية طبعا طبعا لو بلشنا نحكي عن أهم الصفات النفسية اللي بتخص المراهق بتخبط المراهق بين طفولته ورجولته المراهقة الأنثى تتخبط بين طفولته وأنوسته فأتخيل لي هاي الفجوة الكبيرة قدي صعبة بالنسبة للأهل أو قدي صعبة عليه هو قدي دي يلاقي حاله تغير وشكله تغير وهذا هاي هي الاشي اللي نحنا ما بنعرف نتعامل فيه مع أطفالنا المراهقين هاي من سماته انه بتغير فكريا وسلوكيا وعقليا وجسديا أهم شي لما يشوف حاله من بره تغير فهو من جوه نفسيا كله هيتغير بس ستهدى يعني امكان فيه يعني انا بدي اسميهم أطفال يمكن فيه ناس بقولولك ليش تسميه طفل بس هو اعتقد الطفل بضل عمر 18 سنة لسنة 18 سنة الطفل المراهق فيه اشخاص بتلاقيهم تغير شكلهم لكن عقلهم لسه ما زال عقل طفل مزبوط احنا اول شي اول شغلة منعملها انو لا ننعتهم بصفة الطفول ما تما حسي انو ابنك بلشي كبير ما منا ننعتهم انو تفل وصغير وكذا هلأ اااااااا احاقلهم صغير اكيد انواني حن بينتقلوا من مرحلة لمرحلة يعني ما تخيال بنتك بنتك بنت 9 سنين وصار بعشرة وصار في عنده بلوغ ونضوج انو صارت كثير كبيرة وبلشت اتفكر ياعي لانو عفوا اجتت الدورة الشهرية او او هل هي اسبحت كناضجة احنا قلنا المراهقة كلمة راهقة هي ليست نضوج احنا قلنا هي خط ونحو النضوج خط ونحو النضوج يعني ممكن يصير عندها نضوج بعد سنة 18 تصيري تقولي اوكي بلشت بنتي تفكر صح بلش ابني اخد قرارات صح اما بهاي العمر لسه هلا هو تغيرات الفئة العمرية نقول من عمر 11 سنة لا 18 الفئة العمرية بتبلش من 10 ل 21 فترة المراهقة طبعا تختلف بين ذكور وإناث طبعا الأنثى تصل إلى المراهقة في سن مبكرة عن الشاب البنت تبدأ بالعشرة الشاب ممكن يبدأ 12-13 البنت تبدأ 10-11 سنة بتسبق لأنه كل تلك الفيسيولوجيا تسمى كلها بتختلف هلأ في عنا أنواع للمراهقة راندة في عنا مبكرة ومتوسطة ومتقدمة بالنسبة للمبكرة هي بين سن 10-12 المتوسطة بين 12-14 على كبير المتقدمة بنعتبرها بين عمر بين 14-17 أو لـ 19 أو لـ 21 بتوصل معنا هل هناك أعمار ممكن؟ إنسي الأربعين إنسي الأربعين إنسي الأربعين هاي الأربعين المتأخرة إنسي الأربعين هاي الأربعين المتأخرة أم نحن قلنا أم يعني بتبلش عندها البلوغ مبكر تمام؟ الآن التغييرات الفيسيولوجية عند الفتاة تختلف عن الذكور لكن تنينتهم يجتمعوا بشيء واحد هو وجود حب الشباب لكن هلا أخلينا نقول فيسيولوجيا للبنت البنت التغييرات اللي بتصير عندها الشكل التالي التفاف في جسمها طبعا زهور الثديان عندها تغييرات في حجم الرحم زهور طمعا الطمث الدورة الشهرية زائد ظهور الشعر في أماكن معينة نيجي للذكر طبعا قبل ما ننتقل تذكر الملاحظة أنه قبل حتى ما البنت تبلغ بيصير فيه تنفخات في وجهها في جسمها إجمالا هور مانعت كلها بتلعب دور هذا طبيعي طبعا تلعب دور بتبلشي تحسي أن بنتك بلش تتفور أو بلشتها نحن هاي الكلمة العادية اللي بقولوها فارت بدا تكبر صح؟ هاي التغييرات بلش هي تلتفلش تتوتر طول الوقت ابنت غير أنه مش بس تتوتر نفسيا وتعصد بسرعة تعصد طبعا هلأ التغييرات هاي ألا تستاهل أنه هي يصير عندها هاي الحالة تستاهل لأنه هي كانت عارفة حالة ملكة جمال لما توقف هي وصغيرة طفلة عم تلعبوا بتنطفج ألاقة حالة هي بتفتكر حالة مريضة هلأ رح نعرف دور الأهل هون هلأ خلينا بالشب الشب شو بصير عنده أول شغلة بصير عنده أنفو بكبر أطرافه السفلة والولية بتكبر عضلاته بتنمو حب الشباب بصير عنده خشون في صوته زائد طبعا تغييرات في أعضاء التناسلية زائد وظهور شعر في أماكن معينة شو دور الأهل هون برأيك أنا لو فهمت ابني أو بنتي دور الأب أو الأم خلينا نقول أنه الأب ذكوري مع ابنه والأم ثقافتها مع بنتها لو أنا عبيت بنتي هل حكي وحكيت لها وقلت لها ماما أنه هيك بيصير معك احنا ما مكون نجتزنا مرحلة كتير كبيرة بأنه نحنا قطعنا شغط في التعامل مع طفلنا المراهق يعني أنت برأيك أنه الأم لازم تحكي مع بنتها قبل ما توصل لمرحلة البلوغ قبل يعني كأنها تناقشها وتوصلها للمرحلة نحنا في مع التقدم التكنولوجي رندا أنا بنتي لما تسألني سؤال برجع بقول لكل أمهات العالم ليش بقول لها خلاص انسي عيب ما تحكي فيه طب أوكي أنا عندي فضول صار أنا كطفلة صار عندي فضول وين بروح؟ يا بروح على الانترنت يا بروح عن صاحبة زي يا أما بروح بسمع الخبر من وين ما كان ليش أخليها تجيب المعلومة من الخارج وأنا نفسي أم ممكن أجيب ليا ممكن إذا سؤال محرج والأم ما عندها الثقافة تقول لها ماما أوكي رح أجاوبك عليه بس عطيني يومين حتى أتأكد لك من المعلومة اللي عندي شوف ما أحلى الكلمة إنه عشان ما أبين لبنتي أني أنا جاهلة ومش غلط إنه أنا جاهلة مش غلط بيني وبين نفسي لكن الطفل أنت قدوته فإذا سألتك أنا كماما ماما طب ليه شيء عم بصير معي ماما أوكي بس أحيانا ستهدى ما بكونش موضوع الجهل الأساسي موضوع الخجل بين الأم وبنتها يعني مثلا أو لأي حد ممكن أنا أكون صريحة مع بنتي بأسئلتها يعني إذا البنت بتسأل أسئلة ممكن تكون كتير جريئة أو أنه لأنه بتعرفها الجيل هذا جيل جريء يعني فلما بتشي تسألك سؤال جريء وأنتي مش مهيئة نفسيا أنك تجاوبيها مش ممكن تكون جاهلة أو ممكن تكون أنه مش عارفة حدها لين تجاوب هون كيف ممكن الأم تتعامل مع بنتها طيب هلأ نحن أجب تذكر الحلقة الماضية تتطرقنا إلى أنه الأم يجب أن تكون مثقفة قبل ما جاء هذا الكائن الحي إلى الدنيا مش بس مرحلة طفولة مرحلة مراهقة ومرحلة شباب ومرحلة كبر ومرحلة أنه بدي يصير عريس أو بدي يصير عروس بنتها هذه الثقافة اللي هي لازم نحن نبحث عنها أنا قلت اللي من قدمه بالطفولة بيعطيني نياب المراهقة أنا لو باني أساس صحيح رح يعطيني أساس صحيح فيه صور على إي حال حتطلع هلأ طبعا نشوفها اتباعا ياريت نشوف الصور اللي هي منحكي على الأمور السلبية حتى هلأ أنا برد برجع أن الأم يجب أن تثقف نفسها اسألي اسألي بنتك اسألتك سؤال وأنت بتعرف أنه نحن هلأ في عصر التكنولوجي وعصر الكمبيوتر وعصر فليش تجيب الجواب من بره ليش تاخد فكرة عن العلاقة الجنسية أو الأمور الجنسية من الخارج إحنا شايفين أنه نت بيطالع لنا أشياء كتير خطيرة كتير خطيرة لا أنا بجيب أقولها علميا وثقافيا شو اللي بدي يصير فيها ليش 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 الله خلق للثديين وعم يكبروا ليش ليش تصير عندها إنزواء لا بحكي لأنه ماما إحنا نكبر إنتي حتصيري أم ربنا عطانا حتى الحيوانات في إلهم الأنثى في إلها الذكر فيه كتير ثقافة كتير حلوة إنه نحنا نقدمها للصبية قبل ما تكبر إحنا نكون خطينا خطوة أولى عندها نحوه إنه نكون امتلكنا هذا الطفل اللي عم يكبر واللي أصبح هو أنا صديقته حلو والأب هو أنا صديقه طيب هلأ موضوع الأم والبنت يعني ممكن يكون مفهوم بين البنت وأمها لكن لما يكون الولد مع أمه يمكن الأب قليل ما يمكن يلاقي وقت إنه يقعد مع ابنه ويشرح له تفاصيل دقيقة بخصوص فترة المراهقة يمكن دور أكتر شي بيصير مع الأم هاي هي سلبيتنا يا رند الأم أحيانا بتخجل مع ابنها في الحديث في هذا الموضوع كيف ممكن تتعامل مع المراهق أنا بقول من إحدى السلبيات اللي بتتعامل الأب والأم في البيت مع المراهق أنا بلوم زوجتي وزوجتي بتلومني وبين حانا ومانا ضاع الولد أنت سبب أنت عملتي لش أنت الله خلقك أم لازم لا الله خلق الأب كمان الأب دوره دوره كتير كبير مع ابنه ومع بنته يا ريت أول كلمة بحبك لبنته تكون منه يا ريت أول كلمة بحبك تكون منه وخاصة بهذا العمر بحبك بابا ويحضنها بلاش تسمعها من الشارع بلاش تسمعها من زميل برية لأنه هلا بهالعمر شو بيصير عنده حساسية نحو هذه الكلمة إنه بيصير حل وإنه أنا في شيء اسمه حب بيصير قلبي دوء هلا مش بييده مش بييده بيصير فيه ذكر وأنثى مش أنا وأنتي منقرر ربنا الطبيعة الغرائز كلها بتسخيل فلما تسمع كلمة بحبك بابا ويحضنها ويتتعلم على الحضن ونفس الشيء الولد الأب يكون صديق لإله في سنة 9 سنين وقبل طبعا يكون صديق لإله في مراحل ويوصل لتسع سنين ويبلش يطلع معه مشاوير ويبلش ياخده على نواة ثقافية يمكن يقول لي أنا ما عندي وقت شو اللي أنت عم تحكيه بقول له لا بس هذا دورك إحنا هلأ كثير فيه خطورة في المدارس وكثير فيه خطورة على شبابنا عم بيروحوا على أماكن ما عم بيعرفوا شو هي عم يستعملوا أشياء أنا بيجيني الحالات يا رندا ما تتخيالي خطيرة مخيفة الانترنت كثير عم خرب شباب شباب أكتر من البنات شباب شباب أكتر من البنات إحنا ما حنحكي عن الحالات اللي عم تيجي لعندك لأنه يمكن هاي مواضيع كتير ممكن واسعة وكبيرة لكن أديش مهم وعي الأهل بالفعل في التعامل مع أبنائهم المراهقين وأديش مهم كمان دور الوزارة التربية والتعليم والمدرسة إنها تضع يعني مادة بتحكي عن الثقافة الجنسية يعني هذا كثير كمان برضو مهم أتوقع ما بعرف إذا هلأ في منهاجنا موجود هذا الشيء أنا سألت نفس سؤالك سألت نفس سؤالك حكولي إنه لا يعني إنه في عندهم كتب العلوم إنه فيها كأنه التلقيح عند الزهرة أو التلقيح ذكر وأنثى بس بطريقة مش عارفة كتير وهاي بعمر كتير يعني كبير يمكن توزيه أو 11 يمكن بس ما في عنا ثقافة للطفل على عمره يعني ما في عنا من هو صغير نبلش معه ستيب باي ستيب لحتى نوصل لمرحلة المراهقة نأخذ بالدين يجب أنك أنك أنت تتحممي قبل بعد الدورة الشهرية هلا هي ما عم تعرف ليش تفهموني لا تقول يعني أنا لازم أتثقف أكتر أعرف ليش أوكي أنا بأم أصر لي طب ليه الله عم يمنعني الصلاة بهالوقت طب ليه أنا هيكسار معي طب ليه الذكر مش متلي إذن أنت مع أن يكون في حصص توعوية في المدارس أو تثقفية وسبق حكيت أنا يا رندا وقالتلك إحنا يمكن المركز الوحيد اللي فات التعليم الخاص ومشان الله فور فري مجانا بس خلوني أفوت نعمل شوية يعني هيك بس حادرات حسص توعوية طيب هي أنت بتوقع يعني مثلا بأي عمر بتبلش لازم مثلا واحد يعطي حصص توعوية بأي عمر بتحدي شو فيه بتخيل أنه الطفل يعني الولد ملاصقته لأمه من هو وصغير بيعرف أنه هي ماما أنه هي مش مش ذكر أنه هي أنثة شو فيه بلش يعرف أنه هي تختلف عنه كبري شوي لما صار بالروضة إذا إجعى البيت وقال لك أنه ماما أنا إلي صديقة ممكن الأم تقمع لا ما بدي تبوسها بتجي على الإدارة بتقول لك ليش بيبوس بنتي هو ما عم بعمل إشي غلط عم بعمل أنا بقول أنه التسقيف من نحنا وصغار من عمر ست سنين يدخل جزء صغير صغير كتير يعني طبعا كتير بلشنا لـ 8 سنين يكون فيه على الأقل عندها حسة درسية أنك أنت كفتات رح يصير في عندك هيك وتوعية الأهل كتير ضرورية فمن نحنا وصغار أفضل يا رندا يكون أنا فيه تفاوت بين المراهقين في معدل لأنه موسته دا يعني فيه مراهقين بطول وقبل المراهقين تانين هل هذا الشيء الأهل برضو كمان لهم دور أنهم يستوعبوا هاي النقطة أنه مثلا ما أتعامل مع ابني كونه طول مثلا أنه أنت كبرت خلاص صرت رجال المفروض تستوعب مع أنه ممكن يكون زي ما قلت أنا ممكن يكون لسه عقله طفل في هذا التفاوت في الاختلاف ما بين الأجيال أو الأبناء حتى يعني أديش ممكن يعني يأثر على الأهل وعلى الطفل نفسه طبعا بيأثر نفسيا لحظك أنت فترة المراهقة إذا بتتذكري بناتك أو أي إنسان شو بيعملوا بيأخذوا زاوية بيأخذوا زاوية بقعدوا بغرفتهم فلما بيصير تمييز بالبيت أنه والله أختك ما حسيت فيها أنت أنت مغلبني أنت ما بعرف شو بيصير عنده هو مش قصده يغلبك أنت يا ماما مش قصده والله هو لا بس أمتلع حاله بالمرأة هو تبشع أكتر من أخوه هو صار بشع كتير أنفك كبر حب الشباب فبيصير عند الأم تمييز خلاص أخوك ما غلبني شو بيزديدي أنت عنده تفاقمات في الحالة النفسية فبيزيد عنده اكتئاب أكتر انسحاب من المجتمع بيصير يقعد بمكان منزوي أو بيصير عنده ردة فعل عدم احترام أمو وأبو عدم مناقشتهم بأي موضوع دراسته بتتراجع لا تمييزي لا تميزي خلقناكم درجات بطن بيجيب الأخت تختلف عن أختها بسن المراهقة في عندك جوا إشياء مختلفة عني عندك تلافيف دماغ غير تلافيف دماغي عندك نمو داخلي غير أنا أنتي غير أنا فإذا نحن اختلفنا في النمو الداخلي في كل واحد إلو طريقة ربنا بيكبره بطريقة معينة أو ربنا بيعطيه النمو بطريقة معينة عرفت كيف عرفها بيصير هذا التمييز بيأثر كتير من ناحية نفسية على الطفل مهلا نصيحة كبيرة أنه لا نحقرهم نحاورهم ونحاورهم 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 حتى في شؤونهم اسماعيلهم كتير ضروري تسماعيلهم هديهم بالحضن ضروري ناخدها بالحضن when I was put in theÍ dhub in the church لماذا أتكلم في الحضن؟ لماذا أذهب إلى أصدقائي أصدقائي؟ أصدقائي أصدقائي أماما كثيرا أهم بابا كثير ضروري يضطقائي أصدقائي، كثير ضروري ما تقولي لا لا جاوبيها قولي لا ليش ضربيها بس قولي لا أنا بحبك أنا ضربتك لأنه أنت غلطتي أو أنا زعلتك لأنه أنت بس أنا بحبك لذاتك لشخصك فهي من الأشياء الإيجابية اللي لازم الأم كتير أنه تساعد بنتا فيها وتساعد ابنا فيها يعني واضح كمان أنه مرحلة المراهقة هي مرحلة البحث عن الذات يعني مثلا بهاي المرحلة المراهق أو المراهقة بيحاولوا يبحثوا عن ذاتهم يعني كونوا إلهم شخصية بتأثروا باللي حواليهم يعني ممكن يكون عندهم قدوة مثلا الأم أو العمة أو الخالة بالنسبة لإلهم هلأ المحيط اللي حواليهم ممكن يكون قدوة لإلهم قديش المرحلة هاي أنه بالفعل بتأسس شخصية الشخص وسهل أنهم يبحثوا عن ذاتهم كتير مهم أنه حتى المحيط أنه يكون واضح قدامهم فدور الأهل برضو بركز على دور الأهل قديش مهم هون بينهم يخلقوا جو واقعي جو حقيقي في حب تفاهم حتى أنهم بالفعل يقدروا يخلقوا ذاتهم هم نفسهم صحيح هلا هو كتير ضروري إحنا قلنا لما أنا بعلمه الاحترام بالبيت وبعلمه الحب بالبيت أنا عم بكوله شخصيته عم بعلمه بطريقة بدون ما أقوله تعال أنا بدي أعلمك هو أبشه شيء أني أقوله تعال بدي أعلمك لا أنا عم بعلمه بأسلوبي أنا عم لما عم بكون جو هدوء وحب وعن بعرف أنه هو هلأ بمرحلة انتقالية كثير في أباء بيفهموا وضع أهل أولادهم بهالعمر كثير في نساء أمهات ما شاء الله عليهم بقدروا أنه هلأ بنتها في مرحلة نمو فهلأ هي راح تساعدها في البحث عن ذاتها بأنه تتركها بأجواء هي حبت تقعد بغرفتها لحالة تيجي تساعدها ماما بتحبي أساعدك يعني هي عم تسكل لشخصيتها هي شخصيتها موجودة لكن هلأ هي في تخبيط في تخبيط أهم شيء أنك ما تقارني ببنت عمه أو ما تقارني بابن عمه تركيه هو ياخد ذاته يبرمج شخصيته بالطريقة اللي هو قومي قومي يعني أنت شوفي أخطاءه لي له ماما هيك غلاط هيك صح بنفس الوقت ساعدي ساعدي على النمو فالشخصيته كثير بتتبلور بطريقة صح رح يوصل إلى سنة 18 ويقول لك شكرا أنك أنت وقفت جنبي أكتر من أنك أنت قمعتيني أو قارنتيني أو ما احترمت رأيي شاوريون شاوريون والله يمكن في عندهم حلول أكتر من الأم والأب يمكن هني شايفين الشيء نحن معنا شايفينه لذلك لازم نسمعهم نعودهم على الحوار نحترمهم نحترم رأيهم ما نحقرهم قدام صحابهم أهم شيء قدام الناس اللي نحن موجودين في العيلة في سهرة نجي نحقر المراهق قدامهم كتير مشكلة بالنسبة لأيلو كتير يعني بتراجعيه عشر سنين لورا سيد هودا يمكن من أبرز صفات المراهق الفكرية التمرد على السلطة ممكن يكون مثلا شخص بتحسيه بميلة الانتقاد دائما بتطرح الأسئلة دائما طبعا ده يعرف بده يعرف كتير فمثل هاي النوعية من المراهقين يعني هل نتعامل معهم بطولة بال يعني فيه أشخاص ممكن قد ما بيضلوا يطرحوا عليك الأسئلة مرات بتنرفز أو مرات ما بتحسي حالك أنه مش قادر تضل يجاوم برجع بقول ليش نحن أمهات ليش نحن أباء ليش لازم نسقف حالنا قبل ما يجي هذا الطفل ليش لازم نكون على دراية بأنه هذا العمر رح يجي ورح يسألنا أسئلة ورح نكون أحيانا محرجة الأسئلة كل هذا اللي هنستعدله فيه عندك مراهقة متمردة فيه عندك مراهقة شريرة فيه عندك مراهقة ممكن تلف وراء أمور جنسية وفيه عندك مراهقة بتروح مثل ما قلتي انزواء كامل وتعقيد والأم ما بتعرفي كيف دا تتصرف فيه عندك عدة أنواع للمراهقة لكن كلها تصب على ثقافة الأم والأب وعلى ثقافتك أنت بأنك أنت تتحملي هذا الفتاة الفترة العمرية بدك تتحملي بين عشرة وتمتعصن ممكن يلجأوا لأخصائيين كمان الأهل لأنه بالفعل يمكن كتير من الأشخاص أنه بيوصلوا لمرحلة بي يعني بيقولوا لك أنه منعجز على أنه يتعامل مع أبناء المراهقين هاي الحركة حلوة حكيت قبل شوي أنه السؤال اللي ما بتعرفي تجاوبي عليه ما تقولي لا خلاص عيب تسألي هاي الأسئلة لا أقول لي لماما أوكي حبيبتي راح أجاوبي بس عطيني يومين ها أوكي هلا هلأم شو بتعمل وتستشير الأخصائيين وأنتو بمركز إدارة الذات يعني للتنمية البشرية مشكورين على أنكم بتأدموا مثل هيك نصائح وأنتو أخصائيين في هذا المجال في خطورة لهذا العمر والله يا رندا بس دحكي البنت كتير بتقعد لحالها في البيت وفي معها انترنت ما بنعرف مع مين تتواصل ديري بالك الرقابة كتير ضرورية المدارس كتير ضروري أنك تتابعيهم دراسيا شوفيهم ليش عم بيتراجعوا بتمنى لهم أنا بتمنى بتمنى من الأمهات أنه يسألوا ويستفسروا ويتقفوا نفسهم أكتر عشان يوصلوا لبر الأمان مع أطفالهم بهذا العمر نتمنى هذا الشيء وكل شكر لإلك هداء والهيجة ومدربة في البرمجة اللغوية العصرية شكرا لإلك أهلا وسهلا فيك معنا ومستمرين معاكم في فقرات دنيا بعد الفاصل ديالة رح تكون معاكم مع دكتور رامي أراني أخصائي الباطنية وصدرية خليكم معنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر